هذا مصنع سيارات من نوع رونو بوادي تليلات بولاية وهرا غرب الجزائر إنها أول تجربة صناعية جديدة تخوضها البلاد في إطار شركة جزائرية فرنسية المصنع دخل مرحلة التصنيع نهاية عام 2014 بنحو 40 ألف سيارة سنويا ليصل إلى 60 ألف سيارة نهاية العام الجاري هذا المصنع ينتج صنفين من السيارات يمثل بداية لسلسلة مصانع تركيب من علامات أوروبية وأسيوية بعضها دخل مرحلة الإنتاج كما هو حاله يوندي بمدينة سيارة غرب الجزائر وشركة بولزفاغن بمدينة غليزان التي ستنتج أولى علامتها بعد نحو ثلاثة أشهر رونو كان الحلقة الأولى في إطار سياسة متكاملة لتطوير وتصنيع السيارات على المستوى الوطني الهدف من هذا تصنيع السيارات وهو الخلق قاعدة صناعية للمناولين وخلق مؤسسات صغيرة متوسطة ويرى خبرى أن تحدي تطوير صناعة السيارات في الشزائر يتوقف على قدرة المصانع على الوصول إلى نسبة إدماج تتجاوز الخمسين من المئة من مؤسسات إنتاج قطاع الغيار فضلا عن قدرتها على استعاب الطلب المحلي في سوق السيارات لتصل إلى مرحلة التصدير لحقا في آقاب قرار تسقي في استيراد السيارات إلى مئة ألف سيارة سنويا فقط بعدما تجاوزت فاتورة الاستيراد في السنوات الماضية ملياري دولار ننتظر قدرة هذه المصانع في توفير السيارات محليا وهذا يؤدي إلى التنافس ما بين المركات وأتقد أنه خلال السنوات القادمة 3 أو 5 سنوات أسعار السيارات ستلخفض الجزائريون من جانبهم يأملون في تسريع إنتاج باقي مصانع السيارات لتوفيرها محليا وبأسعار في متناول الجميع بعد التهاب أسعار السيارات عقب تسقي في استيرادها دروك سيارة رائف متناول الإنسان للدخل التاعه مرتفع بالنسبة لأسعار السيارات في الجزائر سعرها سعر فحش ولكن نتمنى الخير بالمصانع الجديدة تنقص إن شاء الله الأسعار تكون في متناول مواطن البسط ومن المتوقع أن يدخل مستقبلا ثاني مجمع فرنسي لصناعة السيارات ممثلة في شركة بيجو مرحلة التصنيع في البلاد بعد مصنع رونو الأول هنا في وهران أربعة مصانع جديدة ستدخل مرحلة التصنيع قبل نهاية العام المقبل استنادا إلى الجهات الرسمية لإنتاج نصف مليون سيارة سنويا تحد سينقل الجزائر برأي خبراء من أول مستورد للسيارة في إفريقيا إلى أول مصدر لها محمد جراد الحرة وهران غرب الجزائر